ونبقى في منحفظة حجة حيث يتجلى بوضوح قبح العدو السعودية الأمريكية الغاشم باستهداف أبسط منتركات المواطن والتي كان من آخرها أو كان آخرها استهداف شاحنة تحمل خلايا نحل لم يكتفي العدوان السعودي الغاشم بقصفه للمساكن والأحياء الآهلة بالسكان ولم تكتصر غاراته الجوية باستهداف المنشآت العسكرية كما يزعم ولم تتركز ضرباته العسكرية على المنشآت الحكومية والمصانع والمزارع والمدارس والمعاهد واستهدافه لقاطرات القمح والدقيق بل واصل استهداف كل شيء في هذه البلاد الطيبة حيث سهدف طيران العدوان السعودي شاحنة تحمل قفيرا للنحل وعسلا على الطريق الواصل بين حيران وعبس بمحافظة حجة ما يزيد من كشف سواءات هذا العدوان الهمجي الذي يعادي حياة الناس اليومية وإصراره على مواصلة نهجه العدواني تجاه أبناء الشعب اليمني وتدمير منتلكاتهم العامة والخاصة فأين الأسلحة وأين الذخائر في هذه الشاحنة والتي تثبت مشاهد هذه الصور أنها تحمل قفيرا للنحل وعسلا ما يثبت زيف والدعاءات وسائل إعلام العدوان التي ما زالت وتحاول تزييف الحقائق وتمصها ترجمة نانسي قنقر